صدق الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود وذلك اعتبارا من السبت الموافق الثاني من إبريل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة والتي أشار فيها إلى الشروط والفئة المطلوبة للتطوع وكذلك المستندات المطلوبة عند التقدم هذا وسيتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة بمناطق وأقسام التجنيد واتعبئة اعتبارا من الثاني من إبريل وحتى الثامن من شهر مايو وبالنسبة للأدلاء قصاص الأثر فيتم صرف ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقره في مدينة أسوان خلف الاستاذ الرياضية في الفترة ذاتها